في إطار استقطاب مملكة البحرين للجامعات العالمية العريقة قام سعادة دكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بزيارة إلى موقع إنشاء الجامعة الأمريكية في البحرين للأطلاع على استعدادات الجامعة لاستقبال الفوج الأول حيث قام الوزير خلال الزيارة بتفقد منشآت الجامعة والتحضيرات التي اتخذتها على كافة الأصعدة الأكاديمية والإدارية والإنشائية واستمع إلى شرح من الدكتورة سوزانا ساكستون رئيسة الجامعة حول البرامج الأكاديمية التي ستطرحها الجامعة مستقبلا ضمن خطتها التوسعية وبهذه المناسبة أوضح وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أن الجامعة الأمريكية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد أنهت المتطلبات الخاصة بالجانب الأكاديمي مشيدا بجهود القائمين على الجامعة ومؤكدا اهتمام مجلس التعليم العالي بتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي من خلال استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية وذلك وفقا للضوابط التي تراعي تميز البرامج الأكاديمية والارتقاب المخرجات التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع الاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل هذه الزيارة اليوم للتأكد من استعداد الجامعة لاستقبال الفوج الأول من طلبتها في الواقع تم اتخاذ العديد من التحضيرات والاستعدادات سواء على الصعيد الأكاديمي أو على صعيد استقبال الطلبة من أول يوم دراسي وكذلك البرامج الأكاديمية التي سوف تقدم رعي فيها أن تكون متطورة تتناسب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفي نفس الوقت اليوم نحن في مجلس التعليم العالي نسعر كثيرا عندما نرى جهود المجلس قد حققت نجاحا كبيرا في استغطاب أفضل الجامعات وتقديم أفضل البرامج الأكاديمية من قبل مؤسسات التعليم العالي لأبناء نطلبه لكي يكون دائما جو مناسب لهم حتى يستطيعون المساهمة بإذن الله تعالى بصورة فاعلة ومتطورة في مسيرة التنمية بإذن الله